أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة في المستهل وممثلاً لسيد رئيسي الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني حل اليوم أسيد الفريق أول سعيد شنغريحا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالعاصمة الرياض في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية لحضور فعاليات الطبعة الثانية للمعرض العالمية للدفاع بالرياض المزمعي تنظيمها من يوم غد إلى غاية ثامن في باب إلى السعودية كمبعوث لما سموه رئيس تبون القائد العام إلى آخره إلى آخره وبقي هناك أسبوع كان هناك معرض عسكري رح يشوف المعرض لكن أيضاً رح كمبعوث لرئيس تبون وكي رح كمبعوث بمعنى أنه كان سيلتقي رقم واحد ولا على الأقل رقم اثنين في السلطة السعودية ملك سلمان أو على الأقل ابنه محمد بن سلمان ما التقاش الملك سلمان طيب نقول الملك سلمان نره في زهايمر وفي عالم آخر وما وش يلتقي كثير الضيوف لكن بن سلمان يلتقي الضيوف ما التقاش بن سلمان في واحدة من الإهانات الواضحة باعتباره مبعوث لرئيس الجمهورية وهم عارفين أن شينغريحة قائد الجيش رئيس هيئة الأركان هو الحاكم الفعلي ومع ذلك ما تلقاش بن سلمان الكارثة الأخرى لدارها هو أنه يروحوا مسؤولين مسلمين إلى السعودية بهذا المستوى دائما السعودية تدير لهم يروحوا الرياض ولا يروحوا الجدد يدوهم يديروا عمراء حتى نزار المجرم القاتل في 1993 لما راح دار عمراء والناس تعرب لنزار ما يصليش وما يركعش أصلاً وبصح راح دار عمراء يعني هذا هو البروتوكول شينغريحة رفض أن يروح يدر عمراء ومنع اللي معاه أن يقبلوا العرض السعودي السعوديين استغربوا يعني كيفاء بالعكس يعني عارفينكم منافقين وهو حتى حكم السعودية منافقين يعني لكن يديروا هذا يديروا بشكل نفاقي يروحوا يلبسوا هذوك الفوطات وسرابت وعلى أساس أنهم داروا عمراء وتبخل الصور فرفض شينغريحة البعض في السرها قال لك لأنه ربما كان هذا غضب من أنه بن سلمان ما استقبلوش وأهانوا قعد سمانه وأسبوع هو ينتظر فيه بش يستقبلوا ما استقبلوش في حين أنهم هم كانوا طامعين أن بن سلمان يساعدهم على الإماراتيين ليراهم يحاصرهم من كل مكان خاصة أنه عارفوا أنه في خصومة ما بين بن سلمان وبن زايد لكن في الحقيقة هذا مش هو التفسير الحقيقي ليس هذا هو شينغريحة ما هو شينغريحة إنسان جبان واللي يعرفوه يعرفوه جبان وما هوش من نوع اللي يأخذ موقف أو يحتج أو بنويرا كي يحكي عليه يقول لك أنه جاه مريض وتعبان ومتمسكن وخايف إلى آخر ما هوش ما عندوش هذه الذرة أنت يحتجي في الحقيقة شينغريحة لم يذهب للعمرة لأنه لا يؤمن بالله وأنا أقولها هنا مش لأنه شخص هذا ومكاو كاين بزاف لما لا يؤمنون بالله مسلمين اسماً لكن لا يؤمنون بالله أنا أقولها لأنه حاكم لشعب مسلم ولبلد مسلم لو كان جاء رئيس هيئة أركانو مع أن ندخل في السياسة مش هو الحاكم الفعلي طب الرسول عدم إيمانه أو إيمانه رح يعنيه هو شخصياً لكن عندما يكون هو الحاكم حتى قاعدة أركان كانت تكون كارثة لكن أقل شوية يعني أثر في الجانب العسكري لكن عندما يكون حاكم ولشعب مسلم هذا دليل أنه لا يؤمن رفض رفض إطلاقاً يتعب إلى عمره نزيدكم حاجة أخرى منذ سنوات منذ أن تولى شنغريحة قيادة الجيش ممنوع على الضباط وعلى صف الضباط أن يذهبوا لا عمره ولا حج ممنوع وهذا طبعاً شيء فضيح أن الناس لا تقدرش تؤدي فرض أساسي الحج هو أحد الأسس الخمسة لبني عليها الإسلام الحج لمن يستطيع أن يذهب ولا يذهب يعتبر أنه يضيع شيء رئيسي في الدين نعم هو الحج ليس حتماً عن الجميع لمن استطاع إليه السبيل لكن اللي يستطيع إليه سبيل أو ما يروحش هذا إنكار لعبادة رئيسية في الدين فهذه الإشكالية نتعى شنغريحة وهذه من ننجات في الحقيقة أننا شهادات متعددة وكان شهادات حتى منشورة أنا شنغريحة لا يؤمن بالله أقولها هناك مرة أخرى نذكر بها باعتبى كما جاش هو الحاكم للبلاد المسلم نذكرهاش وما يعنينيش لكن لنت تكون حاكماً تل حاكم الحقيقي اللي هذه البلاد المسلم وتكون ملحداً فهذا ليس طبعاً جرائمك كبيرة شداً لكن هذه واحدة أخرى لأن بعض الناس ولاش أنا أصريت باش نذكرها اليوم لأن ما زال بعض الناس يقدموه ويوروه وشنغريحة وهذا يكون مدافع للوطن ويدافع للبلاد ويدافع منش عارف ع الدين إلى آخره خلونا من هذا الدروشة